أدنت مصر الهجوم الإرهابية الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية بأنقرة وأصفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين واشدادت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج على رفض مصر لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار تركيا وأعربت عن تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب التركي في هذا الظرف الدقيق كما أعربت عن تعازيها لأسر الضحايا